اشتركوا في القناة الآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس ودية جديدة للمنتخب المغربي قبل انطلاق نهائية كأس العالم قطر 2022 تدرس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إمكانية إجراء مباراة ودية أخرى قبل انطلاق مونديا القطر من أجل منح الفرصة لمدرب المنتخب المغربي ولدرقراجيا الوقوف على مستوى أكثر عدد من اللاعبين وأكدت مصادر صحفية أن الجامعة المغربية وضعت منتخبين محتملين لهذه الودية وهما منتخب باناما وفنزويل بعدما تم تأكيد إجراء ودية ضد منتخب جورجيا يوم السابع عشر من هذا الشهر وكان ولدرقراجيا قد أكد صعوبة إيجاد منتخب أوروبي بمستوى أفضل للوقف على المستوى الحقيقي للمنتخب المغربي قبل كأس الحالم مما دفعه لبرمجة لقاءات ودية ضد منتخبات القارات الأمريكية على غير ريتشيلي والباراكواي يشعر أن المنتخب المغربي سيتواجد في المجموعة السادسة في السادس مشاركة له في المونديال إلى جانب منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا مصدر هذا الخبر عاجل تسريب لائحة المنتخب المغربي للمونديال قلص مدرب المنتخب المغربي ولدرقراجيا اللائحة الموسعة التي كانت تضم 55 لعبا لحضر نهائية كأس العالم بدولة قطر رفقة المنتخب المغربي وتضم اللائحة المقلصة تلات حراس مرمى وهم ياسين بونو مونير المحمد ومحمد ريدا التقنوتي إلى جانب أربعة أظهر وهم أشرف حكيمي ونصير مزراوي وفهد موفي ويحيي عاطية الله أما فيما يخص المدافعين المحوريين فقدمت اللائحة المقلصة كل من رومانسيس ساميماي نيف أكراد اسماعي القندوس وجوادي لياميق فيما اعتمد الرقراغي على كل من سفيان أمرابط وينوس بالهند وعز الدين أونحية وعبد الحاميد صابير وإليا الشاعر وأمين حارت ويحيى جبران في خط الوساط أما في مركز الأظهر الهجوم يفقد اعتمد الرقراغي على كل من حكيم زياش وسفيان بوفال وعبد الصامد الزلزول والزكريا أبو خلال وسفيان رحمية وبخصوص خط الهجوم فإن الرقراغي سيعتمد على كل من يوسف وعبد الرزاق حمد الله ووليد شديرا وتعاهد الناخب الوطني وليد الرقراغي بتجاوز دور مجموعات منافسة كأس العالم التي من المزمع أن تنطلق خلال أيام والتحديدا يوم الواحد والعشرين من الشهر الجاري وقال الرقراغي في حوار مع الفيفا إنه يراهن على ثلاث من أقوى أعملات المنتخب المغربي بين حراسة المرمى والهجوم والدفاع الأمر يتعلق بكل من الحارس الدولي سيمبونو والظاهر الأيمن أشرف حكيمي وقلب له هجوم يوسفان سيري يشار إلى أن أولى المحطات المونديال للمنتخب المغربي ستكون بحول الله يوم الثالث والعشرين من نوامبر الجاري ضد أصدقاء مودريتش حيث من شأن هذه المباراة أن تحدد ملامح مشوار مجموعة الرقراغي بمونديال قطر وذكر الرقراغي في تصريحات سابقة بأنه سيحترم خصومها وسيلعب معهم بكل واقعية قبل أن يكشف لحقا عن نوايه الهجوم واحتكار الكرة في طريقة لعب المنتخب المغربي في محاولة لمنح هيبة للكرة المغربية وهز نفسية الخصوم تجاه الأصود قبل دخول رقعة ملاعب المونديال وإعادة الكرة إلى وسط الملعب خاصة في ذل انتشار توقعات مسبقة باكتساح بلجيكا وكرواتيا وضفارهم بالترشح للدور الثاني على حساب المنتخب المغربي والمنتخب الكناضي حمد الله أشكر الجماهير المغربية هناك تواصل مع وليد رقراجي وإن شاء الله تتم على خير اعترف المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب نادي تحجد السعوذية أنه ارتكب غلطة كبيرة بعد مغادرته معسكر أصوذ الأطلس قبل أيام من انطلاق نهائية كأس أمم إفريقية عام 2019 وقال حمد الله في حوار مع برنامج أكشين مع وليد الذي يبت على قناوة أشكر الجماهير المغربية التي تفهم في كرة القدم على مستندتها لطوال الفترة الماضية رغم غيابي عن أجواء المنتخب المغربي وأوضح المتحدث نفسه هناك تواصل إيجابي بيني وبين المدير الفني للمنتخب المغربي وليد رقراجي ومساعده رشيد بن محمود وهو تواصل مثل بقية اللاعبين وأنا جد سعيد بالحوار الذي جرى بيننا ووصل أنا مشتاق جدا للعودة مرة أخرى للدفاع عن قميص المنتخب المغربي رغم الأنذية المختلفة التي لعبت لها إلا أن تمثيل أنوال بلدك ليس كمثله شيء الوطن شيء كبير والمنتخب هو جزء من القلب وتبى حمد الله حديثه قائلا العديد من التقارير الإعلامي تشير إلى أن علاقتي ليست جيدة مع لعب المنتخب المغربية وهذا أمر ليس صحيحا أتواصل مع أزيد من 60% من لعب المنتخب بشكل جبه يومي وختم فتحت صفحة جديدة مع المنتخب المغربي من خلال أول اتصال مع المدير الفني وليد رقراقي وأتمنى أن أشارك في المونديال لأقدم كل ما لدي لبلدي وإن لم يتم اختياري سأكون أول مشجع لأصود الأطلس مشددا بالقول لدينا مجموعة قوية في كأس العالم لكن لا يجب أن ننسى أن المنتخب المغربي لديه لعب جيد وإن شاء الله نحقق التأهل إلى الضور الثاني وأنا مستعد للإنسجام بسرعة مع الأجواء كما أن حدود منتخبنا قوية للعبور إلى الضور الموالي مباراة خيرية تجمع ميسي وبنعطية بالإمارات يستعد الدولي والمغربي السابق مهدي بنعطية خلال الأيام القادمة للمشاركة في مباراة خيرية رفقة مجموعة من نجوم الكرة الحلمية وإلى جنب بنعطية يشارك في هذه المباراة الخيرية التي ستقام يوم السادس عشر من نوامبر الجاري بالإمارات يشارك كل من نجم المنتخب الفرنسي باكاري صانيا واللعب الفرنسي إشيار ديا نجم نادي مالطياس بورا توركي واللعب البلجيكي كريسيان بينتيكي لعب أنديت أسطنفيل وليفيربول وغيرهم ويشار إلى أن هذه المباراة ستقام لدعم الأطفال اليتامة وهي مبادرة تقودها مؤسسة أمساك الدولية التي يرأسها اللاعب الدولي السينيغالي ماما دوساكو وحسب مذكر توكلتها ستعرف هذه الفعالية المنظمة بتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبشاركة مع نور دبي عضو مبادرة محمد بن راشد المكتومة العالمية ستشهد طرح مقتنية شخصية وقمسة لأشهر لاعب كرة القدم الدوليين من أصحاب الإنجازة الرياضية الذين وقعوا عليها وأهدوها للمبادرة خلال مزاد خيري ومن بين أبرز اللاعبين الذين سيعرضون مقتنيتهم اللاعب الفرنسي كارين بنزيم أفضل لاعب في العالم لعام 2022 والبرازيلي نايمار والأرجونت نيليون الميسي والفرنسي تيري هونري والسينيغالي الساديوماني والمصري محمد صلاح ناهيك عن الفرنسيين باول بوغوا وكليان بابي وفقدت المصدر الثلاثم장 الشجر